السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة هاني ام يحيا رجعت لكم مرة اخرى ولكن للأسف فيديو ماشي مفرح وهو موضوع اختفاء هذا الشاب هذا ياسين صدقي هذا الشاب هذا هو من العائلة ديالي بالضبط ولد بنت خالف الوالدة ديالي كانت منه يا ربي هذا الفيديو يكون فعل خير ومنه ان شاء الله نتوصلوا له هاد الشاب لي هو ياسين صدقي تغييب نهار اثنين الصباح لحد الساعة تشي واحد معارف البلصة دياله ومن خلال هذا الفيديو كنتمنى اي واحد عنده معلومة عليه او لا شافوا يتواصل معنا ويعلمنا علش الله سوف نعطيكم بعض التفاصيل ياسين صدقي من مدينة مكنس بالضبط من ويسلان عمره سبعة وثلاثين سنة المهنة دياله نشجار خرج نهار اثنين للاسف مرجعش مشا عند المعلم دياله بحكم ان المهنة دياله كما قلت لكم نشجار مشا ياخد معنده 11.000 درهم مليون بغي يجيبها من عنده من مشا اه اه تواصلت مع عبدال واليدة فاش كان غادي حيث اخر موكلة ما كانت مع الام دياله قلت له فين قلت له هاراني غادي نمشي ان شاء الله هندوس عند المعلم ديالي ان نخد الوليدة ديك البراكة وغادي نرجع من دك النهار للأسف ما شافته وهادي كانت اخر مكالمة مع الام دياله الوليدة واصلت مع المعلم تاصلت به قلت لي واش فعلا الولدي داز عندك قليها ايه راجع عندي ولا كيرا عطيتو غي خمسمية درهم هي اللي عطيتو ومشا في حاله لأم دياله تسنات نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث حتم والفاولدها عمرو يغيب عليها بحلد المدة هذه ولكن فاش دازت سيمانة ما خلت مسكنة فين مشات فين سولات قلبات ديكلارات ولكن اوالو لهذا اه من العائلة ديالي قلوا لي علش الله ما تتكلمش عليه في القناة ديالك على الله وعسى علش الله الناس كتير الناس اللي كي بغوا يديروا الخير تواصلوا معاه عرفوا عليه شي معلومة او اللي شافوه علش الله ما يتواصلوش معنا عبر التعاليق او اللي عبر مواقع تواصلوا اجتماعي لغا نحط لكم في صندوق الوصف ولا في التعاليق اللي بغيتوا لكم الاختيار وان شاء الله يا ربي القوشي خبر اللي مفرح اللي يدخل فرحة على هاد الامة دي اللي كان معارفنش كيف اجدوز مسكنه العيد بلا ولدها اللي ما عارفة عليه حتى شئ اثار فاش كتكون عارف الولد ديالك مثلا مريد او اللي مسافر او اللي مو معارفة انه هافين متواجد مش بحل لا خبر لواله مشا مسكنه يجيب دك لباركة يجي عند المويمة دياله يفرحها ويفرح لأسرة دياله ويدوز معهم العيد ولكن للأسف مشا ما رجع اه متابعني دعوا معنا دعوا مع الام دياله ودعوا مع هاد الشاب بياسين صادقي اه مع العائلة ديالنا كاملة ان شاء الله نلقا به وكانت منه تواصلوا معي اي لكن عندكم اي خبر شكرا لكم بساف ساف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم